أهلا بكم في استعراض الأحداث والمصطلحات الاقتصادية في أكاديمية تعليم التداول للمستثمرين مصطلح اليوم هو الرهون العقارية القابلة للتعديل في السعر وهي معروفة أيضا باسم القروض العقارية متغيرة المعدل عادة ما يكون سعر الفائدة الأول دون المعدل الثابت التقليدي في القروض وقد يتغير سعر الفائدة على مدى عمر القرض مع تغير ظروف السوق عادة ما يكون هناك حد أقصى وحد أدناء المحددين في اتفاقيات القرض إذا ارتفعت أسعار الفائدة يرتفع قصد سداد القرض إذا انخفضت أسعار الفائدة ينخفض قصد السداد يتم تحديد سعر الفائدة الأول عادة لفترة من الزمن وبعد ذلك يتم إعادة تحديده بشكل دوري في كثير من الأحيان كل شهر ويستند سعر الفائدة المدفوع من قبل المقترض على المؤشر بالإضافة إلى فارق سعر إضافي المعروف باسم هاشم ARM وتعرف الرهون العقارية القابلة للتعديل في السعر أيضا باسم القروض العقارية متغيرة المعدل أو القروض ذات نسبة التمويل العائمة تشكل الرهون العقارية 228 و237 أمثلة على هذا النوع يتم تحديد سعر الفائدة الأول في رهن 228 العقاري لمدة سنتين وبعد ذلك يتم تحديد مستوى عائم للسنوات 28 المتبقية من الرهن العقاري وعلى تم ما يكون رهن 237 العقاري مثل 228 إلا أن سعر الفائدة ثابت لمدة ثلاث سنوات ومن ثم يكون عائم للسنوات 27 سنوات المتبقية من الرهن العقاري ترجمة نانسي قنقر